نضال الشفعي فنان بتشوفوه في أدوار كتيرة جدا لكن تقفوا كده وتقولوا طب الفنان ده بدأ إمتى وعمل إيه هي البداية عنده الحقيقة مش بس في التخرج سنة 99 لكن أعتقد أن البداية كانت جواه هو شخصيا هو كان غاوي أنه يمثل أو حابب أنه يدخل ده الغريب أنه النضال الشفعي في بدايته الناس كانت بتقولك هو مصري شكله وملامحه كانت الناس مش عارفة يعني هو مين نضال الشفعي لكن هو أثبت أنه مش بس مصري ده مصري وابن مصر ومن شوارع مصر وإزاي قدر ما بين الوطنية ما بين الدراما ما بين الكوميديا ما بين السينما يبقى الفنان نضال الشفعي اللي حيكون ضيفي في التاسعة سأل خير يا أهلا وسأل خيزة الشفعي منورنا أنا ليه الشرف الكبير وشكرا بدعوتكم الكريمة أن أنتوا تتحيوا لي الفرصة أن أنا أكون مع جمهوركم العظيم ده أكيد يعني التنوع اللي شونا في الأدوار اللي حطوها هخليني أبدأ معاك السؤال واستأذنك أن سؤالنا النهاردة يبقى يعني محوره رقم تسعة ليه؟ لأنه التسعة اللي هي يعني يعني فيه درجة ناقصة نعم يعني أو فيه رقم ناقص عن عشرة فالرقم ده يعني مش كله يعني خلينا تسعة عندك دايما كل حاجة الإنسان ممكن يجيب تسعة وممكن يجيب أقل وممكن يجيب أكتر نعم خليني أقولك في البداية يعني أنا استغربت قوي أنه بدايتك تبقى مجند قد كده أنت وطني يعني بادئ المسرح وكت مجند رقم 311 يعني هو الحمد لله أنا ليه الشرف الكبير أنه يكون بدايتي في بداية دراستي وبداية معرفتي بالناس من خلال المسرح المسرح بيبقى عامل زي المعمل زي اللي بيساعد على تدريب الموهبة وبيساعد على أنها تنمو وتكبر بشكل في بيئة صالحة أنها تنمو فيها يعني من خلال الأعمال المسرحية الكتير اللي بنعملها من خلال الشخصيات المتنوعة والمختلفة فكان ليه الشرف الكبير أن تكون نشأتي من خلال المسرح سواء من قبل ما خش المعهد أو من بعد ما دخلت المعهد لعلي الفنون المسرحية اللي هي الشرف أن أنا أنتسب ليه في أكاديمية الفنون فعملت فعلا أكتر من عمل يعني ليه علاقة بالفكرة الوطنية يعني وبتقديم فكرة إثار الوطن وفكرة أهمية الوطن وأهمية أنه الإنسان مننا من غير وطن ومن غير بلد وفهو في الآخر ولا حاجة يعني فالحمد لله فأنت متجند من الأول أيها جندت على المصر أيها في البداية يعني لأن الناس كانت شايفة أنه ملامحك أنك مش مصري الحكاية دي قادت شوية في البداية آه والله في البداية والدلوقتي يعني يعني هو معرفش يعني يعني هو مع الاسم مع شوية الألوان الملخبطة دي مع شوية حاجات كده فمع مثلا بداية أدواري اللي ابتدت الناس تعرفني بيها كانت مع أخوي النجم الكبير أحمد السقا في فيلم الديلر أيها فكنت طالع بلسان شامي شوية أيها فقال لك بس فهي آه لفقت مع بعضها رجبت مع بعضها رجبت ده ممثل شامي فتال بقى الفكرة دي يعني أنه لأ ده من الأردن لأ ده من فلسطين لأ ده من سوريا كلهم بلدنا اللي بنحبوهم على رأسي طبعا كل جنسيات العربية كلها على رأسي وشرف كبير والشرف الأكبر إن أنا مصري يعني أنا فخور بمصريتي وعارف لما كنت تطلع في لقاتي يقولك بس لهجته كويس أنا بتكلم مصري كويس والله يبتكلم مصري كويس والله يبتكلم مصري كويس بعد التركابة بها والله يعني بعد ما تأخذي بتدي بها في الكلام يقولك والله منور مصر والله يعني شيخ ما أنا منور بلدي يعني فيتعامل يعني على إني أحد الضيوف يعني من الإخوة العرب يعني بس يعني تمام الحمد لله توصل الرسالة إن أنا مصري ومنوفي أكيد أكيد ومنوفي ومن المنوفي منين في المنوفي؟ من قوسنا وتولدت فيها أصلا لا أنا تولدت في القاهرة وكل حاجة بس كان والدي محافظ على فكرة الصلة اللي تبقى موجودة يعني نحن لازم نروح البلد نتطمن على أهلنا هناك ونيجي وكده بسنا بقى والفطير والحاجات الحلوة والحاجات الحلوة بتاعتك ندال كم من يعني كم من 9 من 10 تدي مين من أعمالك اللي تديه دلوقتي 9 من 10 يعني أعتقد أنه بالنسبة لي لو هتديله للأهمية والنقلة النوعية في حياتي كان شغلي مع الزعيم عدل إمان ناجي عطلة ناجي عطلة ناجي عطلة فرقة ناجي عطلة يعني بالنسبة لي تحوز هذا الرقم العظيم والعالي جدا لأنه شغلك مع الزعيم عدل إمام قيمة مختلفة وشيء مختلف في حياتك الفنية كلها ويكون أن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرزقني التوفيق فيه ويبقى أستاذ عادل يبقى يعني مدينا المساحة ومدينا المحبة أنه نقف جنبه وندحك ونقول كوميدي والحاجات دي الاختيار كان ازاي يعني الاختيار كان ازاي أعتقد أنه الاختيار كان من أستاذ عادل إمام أستاذ عادل إمام الله أكبر عليه ربنا يديله الصحة ويديله ألف عمر على عمره من النوع اللي بيتفرق كتير جدا وعنده قوة ملاحظة كبيرة جدا فكنت ساعتها بعمل تامر وشوقية والأجزال بتاعة تامر وشوقية كذا جزء وكذا فكان كل مما نتقابل في أي مناسبة يعني هني يقول قد انت معايا أنا مش هسيبك فهو من جمال أستاذ عادل إمام أنه دايما عمل زي الكشاف دايما يتفرق كتير 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 وكل حد ممكن يشوفه مفيد في حتة معينة بياخده زي ما حصل برضو مع أخويا نجم الأمر يعني أخويا أحمد مكي فهو أستاذ عادل أعتقد الترشيح جي من عنده وحتى لما اشتغلت معاك كنت رايح كضيف يعني في أحد أفلامه وكانت بوبوس قال لي لا لا مش ده أنا منشاي لك لحاجة أنت جاي هنا كده بس هتعمل حاجة كانت بقى بعدها على طول فرقة نجعة طالة فده بالنسبة لي يعني التقييم بتاعي 9-11 من 10 حاجة كده بس خلينا في 9 خلينا في 9 يبقى كويس أنا عايزة أعرف منك يعني يعني خليني أنا أروح واجي على مشوارك ما بحبش لأنه الممثلة لما بيعمل أكتر من حاجة مش هنبقى بقى بالترتيب نعم بس أنا شخصيا يعني كمشاهدة هنا مش كمزيعة وقفت عند عمل حكاية رولات واستغربت أدائك جدا أنا بشوف أنا حديك 9 من 10 الله يخليك علشان المسلسل خمس حلقات بنحيي طبعا أستاذنا يوسري الفخراني على فكرة حكاية في أسبوع خمس حلقات قدرت تشدنا أدائك الكيميستري الطريقة وكمان كنت مختلف تماما حمد انت شفت نفسك فيه كده مختلف ولا بنزدالك عمل عدة لا 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 بالعكس ده كان مختلف جدا وكان تحدي كبير جدا جدا ان احنا يعني نقدر نعلم من خلال خمس حلقات في حدوتها صغيرة وربنا رزقنا التوفيق فيها ويبقى الصدى بهذا الشكل كان شيء عظيم جدا وكان رد الفعل بالنسبة لنا مبهر بس هي زي ما تقولي كده كان تحدي كبير جدا مع أستاذ معتز حسام ومع نجلاء ومع أستاذة مهة سليم وان احنا ننطلع حدوتها حقيقية متصدقة بشخصيات حقيقية وكان الرسائل اللي احنا عايزين نخرجها للناس من وجهة نظرنا كانت رسائل مهمة جدا وكنا متحمسين لها جدا يعني رسالة انه اي اتنين بيحبوا بعضا او اي ازواج ما ينفعش تخبوا على بعض حاجة ما ينفعش يبقى فيه طريق آخر غير فكرة المصرحة مهما كان رد الفعل يظهر لي انه صعبة او مش هقدر استحمله من الآخر وكده بس في النهاية المصرحة هي افضل شيء ممكن ما ينفعش نخبي حاجة لانه في النهاية المشكلة اللي هتحصل بيني وبين بالطرف الآخر وانا شايف ان هي ممكن لو انت التكنيك اللي عملته وفكرة القصة بالكتابة بطريقة دي هو اللي اداها البريق الجديد لانها ممكن تكون فكرة اتنين خبوا يعني تتعامل بشكل تتعامل بشكل تاني فممكن احنا شايفين الصورة اهية على الشاشة ممكن تتعامل بشكل تاني لكن هي كانت فكرة التكنيك نفسها طريقة الطرح بصراحة يعني يمكن المشهد بتاع رولات رونتو بتضربه على بعض يعني فيه شوية اكشن على جو سينمائي كان مختلف شوية عن فكرة الطرح العادي اللي ممكن كان يتعمل يعني فكرة ان انت فجأة تلاقي اكشن ما بين زوج وزوج دي كانت المختلفة في الموضوع هل كان قريب منك لانها قصة حياة الفنان بيعيش زي في الكواليس يعني انت شوية مخرج وشوية زوج فنانة فبردو انت شايف بعينك ما هي دي الجزئية التانية اللي كنت هقول لحضرتك عليها فكرة الرسالة التانية فكرة ان احنا في رولت كان قريب مني جدا ومهم بالنسبة لي جدا ان احنا نوضح الجانب الاخر لفكرة الفنان الجانب الانساني الجانب العادي اللي هو بعيدا عن الاضواء والكاميرات والحاجات وان احنا نظهر نظهر تخوفه تخوفه من اللي جاي من المستقبل من انه ممكن ما يجلوش ورق ما يجلوش سيناريوهات ما يجلوش شغل طب حياته دي هتبقى عاملة ازاي عايشها ازاي وهو بيعيش فترة بفترة فترة موسمية بفترة موسمية فكان مهم بالنسبة لي كنت حاسسها جدا المشكلة دي ممكن احنا كلنا كنا حاسين الفكرة دي ان احنا عايزين نعرض حياة الفنان الحقيقية من غير رتوش من غير كاميرات زي ما هي بطبعاتها نعم يعني بيحصل له انكسار وحبه طبعا فنان عادي زي بقية البصر زي بقية الناس وطالع من وسط الناس هو مش حد نازل من السماء يعني بالعكس ده حد من وسط الناس وعنده انكساراته وعنده تعبه وعنده وجعه وعنده حاجاته الكويسة برضو زي بقية الناس وكده انت أثبت بانه النجاح ممكن يكون خارج رمضان اه وابقى حديث الناس اكيد اه وابقى حديث المشاهدين اه الحمد لله يعني هو بقوله حضرتك كان رد الفاعل عبقري بصراحة يعني عظيم عظيم توفيق ربنا ده عظيم وهنا اعتقد منصة وطشت ده نجاحها برضو اه طبعا لان مش كل الناس شافيته على القناة اللي تم ازعيتها ولكن برضو وجوده على وطشت لحد اللحظة دي طبعا الناس تقدر تتابعها بصي انا بحي جدا القائمين على الشركة المتحدة وستاذ يسر الفخراني وكل من قام بفكرة الاعمال الحواديث القصيرة اللي بتقدم يعني الخمسات والستات والسبعات من الحلقات اللي بتتقدم هي حواديث قصيرة اجتماعية ولكنها تمس الناس صح وقريبة من الناس وفكرة انها تتعرض على اكتر من مكان صح يستدي الناس المساحة للفرجة كل واحد يشوفها في المكان بتاعه يشوفها في وقته اللي هو عايزه والوقت اللي يناسبه واعتقد ان ده شيء يحترم جدا وفكرة حلوة في صناعة الدراما نحن نفضل نشتهل عليه جديدة كمان علينا يعني دي اعادة احياء لحاجة كانت عملت في مصر بشيء عظيم احنا كان اول لبيض ويسود والحاجات دي اللي حسب ما كنت اسمع من اسد زيت الكبار يعني كان يقولوا ان احنا كان عندنا حاجة اسمها السبعية وعندنا حاجة اسمها الخماسية وعندنا والصهرة التليفزيونية كان عندنا حاجات كتير فده اعادة احياء لشيء مصري خالص ده شيء عبر جدا جحية رمضان على الابواب ان شاء الله وانت بالنسبة لك وكل الفنانين انا عارفة شهر رمضان هو شهر المشاهد وشهر المراثل وشهر يعني النجاح وانت دقته يعني دقته كتير دقته في تامر وشوقية على كذا جزء اه الحمد لله يعني كان تامر وشوقية قبل ما تظهر فكرة الترند دي كنا الحمد لله فيها نجي عطلة طبعا واكتر من عمل الجماعة طبعا الجزء التاني يعني في اكتر من عمل الحمد لله الواحد الشك كان في رمضان والاختيار الجزء التاني كان لها الشرف رغم انك كنت طالع يعني كضيف شرف في احد الحلقات الا اني اقسم بالله رد الفاعل اللي جالي من هذا المشهد ابراهيم السيناوي لا اتخيله احنا متفقين انت مجند من المصرح لا اولا انت جاهز طول الوقت لا بجد لن انساه في حياتي يعني الموقف اللي حصل في العرض ده انا يمكن بس احكيها في عجالة كده انه انا كنت عارف انه كان تقريبا ان الحلقة الثلاثة وعشرين وبعدين ما كنتش عارف انها هتتعارض في الاثنين وعشرين ففجئت في وقت عرض الحلقة كنت ماشي وسائق بالعربية بتاعتي يعني لقيت كمت فجأة التليفون ما بيبطالش ففهمتش في ايه فركانت على جنب بفتح الموبايل اللي قيت بقى كم من الرسائل وكم من الصور مش عارف التريند ومش التريند والكلام ده ما كنتش متخيل هذا رد الفعل العظيم يعني لاني اقسم بالله انا كنت عامل هذا الدور بمنتهى الحب والتفاني والعش مصدق فيه قوي ايه وفا فسلحان الله يعني رد الفعل كان عبقا النجاح في الزمن يعني الاقدم اللي ما كانش فيه تريند وكان يا دوب لازم تشوف الناس وانت في الشارع او تقابلهم بالصدفة او حد من زميلك يرفع السماعة او ناقد يكتب عليك جملة ولا النجاح في زمن التريند والله ده سؤال صعب لانك عيشت المرحلتين اه لا يعني اعتقد انه ده لي طعمه وده لي طعمه وان كان انه النجاح الاول ده كان بيبقى اكتر ملموس وحقيقي انت شايفاها على ارض الواقع بشكل حقيقي ملموس من الناس في الشارع من التليفونات اللي بتيجي من النقاط اللي بيكتبوه بشكل مفصل وبشكل دقيق وحاجات زي كده احيانا احيانا عشان بس اخواتنا في السوشال ميديا ما يزعلوش احيانا بيبقى التريند خادع يعني ما بيبقاش هو فيه كامل المصداقية يعني لكن في النهاية ما نقدرش ننكر ان التواصل دلوقتي ما بينك وما بين الجمهور بقى اكبر واسرع وابديت بس يخوف اكتر؟ يخوف اكتر؟ اه طبعا يخوف اكتر لانه للأسف الشديد لما بتخفق او بيحصل مشكلة وما ما سرعة انتشار النار في الهاشين بتبقى اكبر اكتر بكتير يعني زمان كان اهدأ على الاقل اه اهدأ بكتير يعني تلتقط الانفاس يعني كان زمان مثلا لما يجي احد النقاط فيكتب مقالة مثلا ما عن عمل ما فانت ممكن تكلمه في التليفون وتناقش معاه وتكلمه في وجهة نظرك فقادر انه هو يكتب مقال اخر يرد بي او انت ترد عليه يعني يحصل في حالة يعني بسجال لطيفة كده ومنقشة لطيفة دلوقتي انت ما بتبقيش عارفة هي زي الموجة ما بتبقيش عارفة كلمين او تقولي ايه او تعملي ايه لكن في النهاية فكرة التواصل الاجتماعي ما بقاش غنى ما بقاش فيه غنى عنها واعتقد انه في الفترة الاخيرة بقى فيه نوع من انواع الوعي داخل فكرة السوشيال وفكرة التريد بقى فيه وعي حتى عند الشباب الصغير بقى فيه تغيير شوي بقى فيه فكرة ان انا ما نقلش خبر ممكن ما يبقاش مظبوط لازم انا قيم بنفسي من مصدر الخبر الحقيقي عشان خاطر ما يتقلش ان انا بنقل اشاعة او بعمل حاجة من الحاجات دي فبقى فيه وعي يعني بقى فيه وعي بتضطر الدفع عن المرأة برا مسلسلاتك يعني جوه عندك عمف بحاجات كتير في عمل كتير لا يعني المرأة دي طبعا ما نقدرش نستغنى عنها المرأة دي كل حياتنا تقريبا طب ناخد الاجابة بعد الفاصل ده تحاول تفكر لانه الستات كتير تتفرج فاصل قصير ونعود ونستكمل الفنان نضال الشفعي في ضيافة التاسع عودوا الينا بعد قليل الفنان نضال الشفعي كمان وجوده النهاردة معنا في التاسع لاننا بنبدأ ونستبشر باعمال الشهر الكريم مسلسل مهم جدا حيكون على شاشة رمضان بيتكلم عن الامام الشفعي الرحلة الرسالة الزيارة ايا كان لكن مسلسل مهم وصعب انت بتعمل دور ايه فيه؟ انا بعمل دور احد القادة اللي كانوا موجودين في الفترة دي وهو الجروي او الجروي ومن المفترض بقى انه بتبقى الفترة دي بالنقشها تاريخيا يعني ففيه بقى كم من الصراعات في هذه الفترة ربعا كان قائد ما بين القادة وما بين بعضهم في الفترة دي يعني بشكل او باخر اختيارك للدور ده يعني انت شايف الدور ده اولا بتجهز ازاي يعني لغة عربية شديدة تاريخ علاقته بالامام بتجهز ازاي يعني اسمحيلي بس بعد اذن حضرتك بس يعني ابدي شكري واعجابي بالقائمين في الشركة المتحدة وشركة هاب بيديا وسالساعد وجوهر لانه اختيار هذا العمل وعودة مصر مرة اخرى للاعمال التاريخية اعتقد انه انجاز عظيم انجاز عظيم جدا واعتقد انه مجاش متأخر ولا حاجة ولكن هو جيه في وقت مناسب جدا واحنا مشتقين بعد هذه الفترة من السنين ان احنا نعمل عمل تاريخي قوي يناقش سير احد القامات الكبيرة الدينية في هذه الفترة ويناقش حال الشعب المصري وحال مصر في احد الحقب اعتقد انه عود احمد لمصر بعد هذه الفترة من الغياب عن الاعمال التاريخية لانه هذا ما تستحقه مصر فنيا وتاريخيا على كل المستويات فهو بصراحة وانا بحييهم واكيد هيعملوا نديا هاب اكيد كل اعمالهم نكحة جدا عظيم وعقري انا لحظت اتقانك سيدي للغة العربية فانت تمثل للغة العربية كيف وضع هذه اللغة معك في المشاهد لا الحمد لله يعني هو طبعا عشان زي ما بدت كلامي مع حضرتك هي البداية المصرحية وفكرة التفريخ من خلال المعهد العرفة المصرحية وتمثيل المصرحيات اللي احنا بنقدمها المصرح العالمي او حتى المصرح العربي كلها بتبقى باللغة العربية وكلها بتبقى حتى ترجمات من اللغة العربية الشديدة ثقيلة يعني يعني بتقولي مثلا للسيد جبران خير جبران بتتكلمي لاستاذ عناني في ترجماته بتتكلمي حاجات كتيرة فاللغة العربية بتبقى متأصلة اوي اوي بالنسبة للاكاديميين كل الممثلين جاهزين للغة العربية بالنسبة للاكاديميين اكاديميين اه بتبقى متأصلة اوي في الفكرة دي عندهم اكيد وبالعكس ده الواحد بيبقى يعني بيستنشق انه نفسه يعمل حاجة شبه كده ودي كانت ضمن احلامي ان احنا نرجع نعمل اعمال التاريخية تاريخية وفي مساحة للغة العربية مرة تانية باعادة طرحها على الاجيال الجديدة والاجيال الشابة انه اللغة العربية عمرها لن تشيخ اللغة العربية مرنة وعظيمة وجميلة طبعا انا وانت بتتكلم عن مسلسل ده وحيشاهده طبعا يعني ملايين نعم يعني مسلسل مهم والامام مهم طبعا لكن احساسك ايه بتقديمه في هذا التوقيت اعتقد انا سعيد جدا جدا ومبسوط جدا بفكرة ان احنا نقدم هذه القامة العظيمة الدينية وهو الامام الشفعي وساعدتي الاكبر ان احنا مش واخدينه بس من منظور ديني او من منظور قائم بس على فكرة قال الامام او فعل الامام وبس لكن انا على حسب ما انا شايف ان احنا بنقدم مسلسل تاريخي مسلسل بيشرح كل حقبة تاريخية اللي زار فيها الامام مصر بعد ما كان قاعد في بغداد وبنشرحها بكل تفاصيلها بكل الامانة العلمية والتاريخية اللي كانت موجودة في هذه الفترة فاعتقد انه اختيار موافق جدا جدا لهذا العمل سواء للحقبة التاريخية اللي بيقدم فيها سواء لفكرة اختيار الامام الشفعي نفسه في حد ذاته لانه الكثير من فتاوى والكثير من دعواه الدينية احنا كالشعب المصري اندمجنا فيها وبيننا نعملها بشكل طبيعي يعني فكون ان احنا نظهر هذه الفكرة امامنا يعني اعتقد ان ده شيء عظيم جدا وعقال الفنان خالد النبوي هو الامام الشفعي فالعلاقة عاملة ايه في الكواليس بصي شكل الكواليس دينا شوية كده تفاصيل عن كواليس المسلسل الكواليس بشكل عام هي على كل المستويات لكل الاقسام هي خلية نحل لا تنام لان المسلسل كبير المسلسل ضخم جدا تفاصيله كتير جدا جدا من الاستاذ ليس حجه المخرج لغاية كل الاقسام اللي بتشتغل على هذا العمل لا ينامون بصراحة يعني بما فيهم اخويا النجم الكبير خالد النبوي لانه العمل ده مسؤولية كبيرة جدا وضخمة جدا على المستوى الاخر احنا طول الوقت في خلية النحل دي طول الوقت بنجود مع نفسينا سواء من فكرة الكلام طريقته والته تفاصيله قد ايه عايزين تكون الاداء مبسط مش معنى ان احنا بنتكلم لغة عربية فنكلمها بشكل مقعر يعني حتى بتقدموه بشكل يعني اكثر حداثة خلييني اقول عن ما قدم من اعمال تاريخية طبعا مهم جدا جدا ان يبقى عندك من الوعي الكامل ان انت تقدمت قربي لناس موجود معايا دلوقتي في التساع بس انا عارفة انك مشغول بفكرة ما يقدم في المسلسل طبعا امتى بتلبس الشخصية وانت جوه الاستوديو بعد الملابس ولا هي موجودة في الزاكرة هي اولا ما ينفعش تتشلم الزاكرة خالص لان طول الوقت انت بترجعي الكلام طول الوقت انت بتقري في مراجع طول الوقت انت يعني هم حتى عاملين معانا حاجة جميلة جدا انه فيه مصحح تاريخي دايما بيبعت لنا على الواتساب المراجع التاريخية للشخصية اللي احنا بنعملها لكل واحد بيعمل ايه المراجع التاريخية للحقبة الزمانية النفسية اللي احنا عايشينا فالطول الوقت احنا في حالة اراية مستمرة فكرة بقى انه لما بتروح اللوكيشن وبتشوفي الاجواء والديكورات المبهرة المعبودة وتلبس الشخصية فبتحس بتدخل جواها وبتعودي ساعتين بتلبسي يعني لان انت بتلبسي طبعا باللبس يناسب الحقبة بقى بالحاجات يعني انا بالبس مثلا حاجة اسمها حاجة اسمها الزرد الزرد ده حاجة كده بدلة عسكرية كده حديد فالبدلة دي مثلا وزنها لا يقل عن عشر كيلو الزرد ده الوحد يعني فبعبار ما تلبسي بقى وتعمل الميكا وتعمل الميكياج وتعمل التفاصيل دي كلها خلاص بقى بتخشي في حالة الشخصية وبتتعامل بيها وبتتحرك بيها لغاية ما بيخلص المشاهد بتاعتك مندمج معاها حاسس ان هي هي يعني مسيطرة عليك اليومين دول اكيد اكيد لان انا حتى كان عندي بعض الحاجات بعملها لكن بصراحة لما لقيت الفكرة بهذا الحجم وهذه الضخامة يعني فيمكن فضلت انه يعني ايه اكسف وقتي وتفكيري كله في هذا العمل بإذن الله اكيد حيبقى عمل موفق مشوارك بيقول انك تعملت يعني مع كذا ممثل وكذا ممثلة وعملت عمل كتير مختلفة بس انا شايفة انك قدمت مثلا مع مياه زدين اكتر من عمل يعني ده كان مصدفة ولا كان اتفاق ان احنا ممكن نقدم اكتر من عمل لا يعني ما نقدرش نقول عليه كان اتفاق لكن هو كان توفيق من عند ربنا ان احنا نلتقي في اول عمل مية طبعا نجمة كبيرة ومثلة شطرة جدا جدا ومكتهدة جدا وليه الشرف ان انا اشتغلت معاها فلما اشتغلنا اول عمل كان مسلسل الشك طلعت روحها بقى بتلعب يعني ايه ربنا كرمنا بالنجاح فكان محاولة ان احنا نكرر هذه الفكرة مرة تانية مع بعض يعني وكان اللي جملنا وحلانا كمان وجود اخوية محمد امام في العمل مع كوكبة من الممثلين ساعتها زي النجمة كند علوش فالحمد الله يعني النجاح بنحب ان احترمنا بعض اشتغلنا مع بعض لقينا رد فعلي كان كويس مع الناس فالحمد الله لما عملنا التجربة دي وحتى وعدناها تاني بعد كده في دلعبنا الحمد الله كان توفيق ربنا كبير جدا وكان استحسان الناس كان عظيم جدا الاحلن الممثل يبقى دايما معاها دي ويكمل معاها كذا مرحلة ولا ينوع اعتقد التنوع شيء مهم لكن لا يمنع على الاطلاق انه لو في تجربة من التجارب كان فيه كيميا عالية ما بينك وما بين ممثل زميل او ممثلة زميلة ان انتو تعيدوا التجربة دي بعد فترة يبقى شيء عظيم جدا حتى تكون عند الناس فكرة الاشتياء انه الناس تحب تتفرج عليك وتاني مع بعض لكن التنوع اعتقد انه شيء مفيد لكل الاطراف وخبرات مكتسبة من اطراف مختلفة يعني انا اشتغلت مع النجمة هند صبري اشتغلت مع النجمة مامي عز الدين النجمة غادة عبد الرازق يعني الحمد لله وغادة عادل طبعا فالحمد لله يعني كان فيه تنوع بشكل او باخر في الشغل يعني ذكرت يعني نجمات ونجوم واحنا في التسعة رقم تسعة تسعة من عشرة تديها لمين في النجمات لا 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 كده 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 زنق اجام دعوي ادينا تسعة من عشرة للحل لا لا كلهم يعني لازم اجاوب بصي هلالك بنتها الصراحة الدبلوماسية لا مش بسألت شغلي بسألت شغليه انه انا دايما عندي اعتقاد احساس انك كده حد ما اشتغلتش معي بس لا قدر اشتغل معي انا عندي اعتقاد في حاجة ان كل حد من زميلنا بما فيهم حتى انا كل واحد عشان خطر الناس وعشان خطر الجمهور بيعمل اقصى ما عليه بيحاول على قد مئر بس احيان موسل يقول انا كميتي مع حد الكيمياء بقى دي موضوع تاني حكم الناس علي يعني مثلا هقول لحضرتك ايه زي ما حضرتك قلت مثلا مي 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 لما اشتغلنا مع بعضك كانت كيمياء 9 من عشر مع هند لما النجمة الامر هند صبري لما اشتغلت معها حتى كانت مجرد حلقة في عايزة تجوز وهي بتعمله كان رد الفعل بتاعها كان عظيم جدا غدا عبدالرازي النجمة الكبيرة لما اشتغلت معها في جرسونيرة تكده هتذكرهم كلهم عايزة اقولك لا مش قصدي والله اجاوب اجابة دبلوماسية عايمة ولكن في النهاية انا بكلمك حتى عرضود الافعال بتاعت الناس او الاعمال اللي اتعاملت دي يعني فلا الحمد لله كان فيه رد فعلي كويس جدا بان احنا نشتغل مع بعض فكلهم يعني بصراحة كلهم يستحقوا درجة عالية جدا جدا في اجتهادهم واحترامهم لجمهورهم واحترامهم لا يعني تبقى متطمن وبتبقى حاسس احيانا برضو من الجيل من اكبر من اصغر بستقدروا تعملوا شغلوا كويس يعني هقول لحضرتك حاجة خليني اتكلم طبعا كلهم اسدزة وافاضل بس يعني مثلا لما اشتغلت لما بشتغل بقى ارياحية نقدر نقول عليها كده مثلا مع حفظة للالقاب كلهم نجوم يعني احمد السقى النجم اخوية الكبير طبعا احمد عز بنشتغل بقى ارياحية عظيمة يعني كان لها الشرف الكبير ان احنا نكون مثلا مع بعض في هجمة مرتدة واكتر من عمل السقى طبعا كان معايا من اول الظهور وقف جنبي وعملنا حاجات كتيرة مع بعض اللي بعشقه وان شاء الله يكون لنا عمل مع بعض بإذن الله اخوية النجم الكبير كريم عبد العزيز طبعا يعني كلهم بصراحة الواحد بيحس بقى ارياحية معهم في الشغل وبيحس بانهم خايفين على الواحد وفي النهاية قلبهم على العمل وبيضيفوا للواحد بصراحة اضافات كبيرة جدا جدا وكتير من النجوم بصراحة الواحد احمد حلمي بصراحة من الناس اللي الواحد يحب يشتغل معاه لانه احمد مشتغلتش مع احمد حلم للأسف اه تحب تشتغل معاه اه لانه احمد من الناس اللي عندها كريات يعني بتبدع في حتة مختلفة كده عنده حتة حلوة تحب تعمل معاه اكيد سنة ما بقى اه ان شاء الله بإذن الله لكن طبعا ما نقدرش ما قدرش انكر مثلا لما اشتغلت مع الزعيم عدل الإمام ده كان بالنسبة لي حاجة عظيمة لما اشتغلت مع دكتور يحيا الفخراني وعمالنا المال كلير ايوة ده مصرح وده تاريخ كان حاجة عظيمة علشان الوقت تقرب يخلص بس كان لازم نتطمن عليك تطلع تشرك الناس هل من باب انه انت محتاج السند لا لا محتاجهم يبقوا معاك لا الفكرة ان انا اتعرف ان انا تعبان دي تعرف برق داية اه يعني دي للأسف الشديد برق داية كنت متدايق جدا بعد ما عرفت لان اتصورت كنت تقريبا في البنج يعني اه فلما عرفت اتدايقت ومش عرف ايه بس بيني وبينك فرحت اه فرحت بعد طب طبو عليك اوي اوي يعني دي ميزة السوشيال ميديا اه يعني بصي اتدايقت وازاي وليه دايما انا في حياتي الشخصية متكتم عليها وقافل عليها وما بحبش حد يعرف انا بعمل ايه بامشي ازاي باكل ايه باشرب ايه ولادي ايه دايما قافل على الحتة دي قوي اتدايقت جدا بعد ما اتديتها فوق وقالولي ده اصدق حصل كذا ومش عارف ايه وبعدين كنت ناقص ابوس ايدي اللي عمل كده لان اللي شفته بصراحة من الناس من القريب والبعيد اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش اللي بيحبني واللي ما بيحبنيش كانوا كلهم خفز دعبك بيدعوا بظاهر الغيب وقفوا جنبي دعموني معنويا ونفسيا بشكل لا تتخيالي ولا يتخياله احد ويمكن حسيت فعلا ان احنا بخير حسيت فعلا انه لا مش الواحد لما يتعب الناس بتبعد من حوالي مش الواحد لما بيتكعب للناس بتنفض من حوالي لا الحقيقة غير كده الحقيقة ان انا الناس دعمتني من اصدقائي من اصحابي في الوسط الفني برا الوسط الفني فاذا احيانا الازمة احيانا بتخلي الانسان قبل ما الوقت يختم دايما بنشوفك يعني انت قدامي طيب وامير ورومانسي وهادي لكن عندك ادوار عندك طاقة من العنف والشر والنصب الله يخليك يعني هتبر ده متح يعني تمام دي بتبقى مبسوط انك قادر تقدمها في الاعمال دي وتنجح فيها يعني طبعا الحمد لله لما اصد دي شغلتي يعني انا شغلتي شغلة الممثل انه يقدم كل انواع الشخصيات اللي ينفع انها تتقدم طبعا بحلوها ومرها لكن لما بيشوفوك الناس يقولولك ده انت طيب اه والله بسمع كلام من ده كتير يعني ليه تعمل كده وليه مش عارف ايه كده وولدتي نفسها يا ابني التالية اللي يوديك في الحدة ايه هم الاهالي عايزين ولادهم طيبين وجمال لا بس بمبسط لما بيبقى رد فعل الدور او العمل ككل بيبقى أثر في الناس بشكل او باخر وانه تبقى الرسالة المراد منها ان احنا نقدمها من هذا العمل بتوصل للناس دي بتبقى اسعد لحظات الواحد وبعدين اللحظة ان كل يعني زي ما بيقولوا ايه اشرار السينيما المصرية كلهم طيبين وقمة في الطيبة يا سيد محمود المليجي وستاذ زاكي رستو وستاذ عادل أدهم يعني كلهم لما كنت اتقربي منهم على حسب مسمع يعني من أستاذ زيت الكبار كلهم كانوا قمة في الطيبة والجمال والحالة الإنسانية الرائعة اكيد اخر اعمالك من سنتين تديها تسعة من عشرة ولا عشرة من عشرة اديها سبعة تمانية من عشرة احنا نديها تسعة بما انك في التسعة الله يخالي نورتنا بتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوف عمل جميل وعمل أكيد مبهر وعمل محتاج لوعي العقول نعم رحلة الإمام رسالة الإمام او زيارته بالتوفيق ان شاء الله انا بشكر حضرتك جدا وبشكر التسعة مساء انها اتحت لي الفرصة ان انا اكون في هذا المبنى العريق العظيم مسبيره اللي احنا اتربينا عليه وتربينا على فكره وعلى برامجه وعلى حواديته فأنا بشكركم جدا وبشكر حضرتك جدا ان انتوا قتحتولي هذه الفرصة نورتنا اخر ثانية ايه مع الكاميرا هتقول للناس انتظروني في رمضان في العمل اللي انت بتعمله اتفضل ان شاء الله ايه عايزين هياخدوا منك الكاميرا اتفضل هتقول انتظروني في رمضان وده اول لقاء لك قبل ان شاء الله من زون العمل اتفضل ان شاء الله انتظروني ان شاء الله في رمضان 23 في زيارة الامام اتمنى ان شاء الله ان يكون عند حسن ظنكو نضال الشفعي كل سنة وانت طيب وانت طيب روايح رمضان بتهل علينا نورتنا وشرفتنا في التاسع والى الامام دايما شكرا نزيل مشاهدينا طبعا زي ما انتوا سوفتوا يعني الحوار الحقيقة يمكن مع الفنان نضال الشفعي انا كنت عايزة ان الختام يكون بينك وبين المشاهدين لكن حيظل مع نضال الشفعي مش هيدي المحطة الاولى لان هو مش هيسكت وحيفضل عنده اعمال كتير مختلفة حيخدنا في محطات كتير باذن الله نورتنا وشرفتنا شكرا متسبح الالف خير شكرا